جميل طيب اليوم رحلة التوثيق هذه كلها مؤرشفة إلكترونياً ولا ما زال؟ في طور العمل لكن قطعنا شوط كبير الحمد لله شوط كبير يقدر بكم يعني كنسبة تقريبية على قناة تقريباً يمكن نقول ممكن لحدود الأربعين بالمئة إن شاء الله ولا زال العمل جاري يعني على الرغم من الظروف الكثيرة اللي مر فيها نتكلم عن الظروف البيئية وظروف حالة الوثائق نفسها يعني هناك نواجه حالات هناك وثائق لا يمكن التعامل معها إلا بحذر شديد لأنها بمجرد ملامسة الإنسان لها تبدأ بالتكسر وتبدأ بالتمزق والتلف فهذا إذا تلفت فلا يمكن إعادتها للحياة بشكلها كما هي فهناك عوائق كثيرة بالإضافة إلى ضخامة أعداد الوثائق الموجودة عندنا فهناك يأخذ وقت لكن المركز يسعى في ذلك بشكل حثيث ولدينا استراتيجية واضحة في هذا المجال طيب جميل قبل شوي تكلمت على فكرة أنه فيه وثائق تحفظ بشكل دائم وأيضا من خلال الطلاع على الموقع وقراءة بعض الأخبار أنه لديكم ما يسمى بالحفظ المؤقت وش الوثائق التي تحفظ مؤقتا وكيف يتم إطلافها؟ الوثائق التي تحفظ مؤقتا هي نوع من أنواع الوثائق التي لا تحفظ حفظا دائما هذه تحفظ حفظ مؤقتا لدى الجهاز الحكومي بفترة مؤقتا في مركز الوثائق لدى الجهاز الحكومي تحفظها حفظ مؤقتا لفترة من الزمن يتم تنسيقها ما بينها وبين المركز لعمر معين على حسب حاجة العمل لدى الجهة نفسها وبعد انتهاء هذا العمر يعاد النظر فيها هل هناك حاجة لتمديد هذا العمر بناء على حاجة العمل داخل الجهة؟ إذا كان هناك حاجة يتم الاتفاق مع المركز وتمديد هذا العمر لفترة أطول على حسب حاجة العمل